أربع سنوات تضاعف فيها الوجع اليمني والقهر والجوع والمرض أربع سنوات على تدخل التحالف الذي خلفت أفعاله أقواله وأهدافه المعلنة هل ظل التحالف طريقه في اليمن؟ أم أنه وجد ظلته في متاهة اليمن وإطالة أمد معاناة أبنائه؟ يدرك اليمنيون جيداً اليوم أن دول التحالف تعمل بغير الأهداف التي دخلت بها في اليمن ولا شاء يهمهم غير البحث عن آلية للخروج من الأزمة ومن النفق المظلم بعد أربع سنوات من عاصفة الحزم وجدوا أنفسهم بلا سند يفتشون عن قشة أمل تخفف عنهم المعاناة وتخرجهم إلى مرفأ السلام والاستقرار عبث بمقدرات البلد وانتهاك للسيادة ومشاريع جانبية إن شغلت بها دول التحالف بعيداً عن هدف استعادة الشرعية الذي عطل بإخماد جبهات التحرير ومنع الدعم عنها عطلت دول التحالف قرار التحرير لتسنى لها تنفيذ أطماعها إنسانياً تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم أكثر من 24 مليون شخص ألقت بهم الحرب في حفرة المجاعة أي ما نسبته 80% من السكان في حين بلغ عدد النازحين داخل اليمن أكثر من 3 ملايين شخص فيما سقط أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحاق أرقام المأساة تتفاقم مع استمرار الحرب في حين تعمل دول التحالف على تقويض حذور الشرعية وتجريدها من الأدوات وتمنع عودتها لممارسة مهامها من الداخل اليمني وتدعم الميليشيات المناوئة لها وتزامناً مع الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً كشفت به الأجندات الخفية لدولة الإمارات ثلاثة أهداف خفية خرج بها ملف الجارديان الصحفي تتمثل في سحق الإسلام السياسي بأي شكل والسيطرة على خط الساحل للقيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر عبر مضيق ضيق في القرن الإفريقي حيث أنشأت الإمارات قواعد عسكرية في جيبوتي وإيرتيريا في حين يتمثل الهدف الثالث في تطوير وتعزيز قواتها الخاصة مثل قوات الحزام الأمني بذات النهج ذهبت السعودية بعيداً عن الشرعية في المنطقة الشرقية البعيدة عن مناطق الصراع في المهرة وأنشأت ميليشيات ومشاريع سراتيجية خاصة بها وتواجه سخطاً ورفضاً شعبياً بدأت بوادر تطوره إلى رفض مسلح أربع سنوات غيرت موقف اليمنين من عاصفة الحزم التي رأوا فيها بالأمس منقذة لهم لتتحول اليوم بنظرهم إلى مأزق آخر لا يقل خطراً عن إيران والحوثيين أفق مسدود وشرعية تخلت عن كل امتيازاتها وأدواتها حتى سمعتها وقرارات التأييد الدولي لها تأثرت بسبب ارتباطها بسمعة السعودية والإمارات السيئة في الغرب خيارات الشرعية وإمكانية خروج اليمنيين من المأزق والمتاهة المرهقة باتت مستحيلة مقارنة بالمعطيات لكنها سياسة واليمن فن الممكن وأرض المفاجآت حتماً ستغادر النفق المظلم وتكسر المألوف وتنجو لكن بأي فاتورة هذه المرة ومن أي نافذة ستعبر